السلام عليكم كديرين لبس عليكم كل شي مزيان نتمنى من الله تكونوا كاملين باخير وعلى خير ان شاء الله يربي ومرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معي اخوتي اخواتي هاتي هاتي نشارك معكم طريقة تحضير الهريسة بدون مواد حافظة وبطريقة بسيطة وناجحة 100% بدون تعقيدات المهم اخوتي اخواتي هاتي ما نتوجه عليكم انخليكم مع المقادير وطريقة تحضير وفرجة منتعة كما كتشوفوا معي اخوتي اخواتي عندي هنا ايا كيلو دي الفلفلة حارة ديك المزيودة ترقاق وعندي 400 قرام دي الفلفلة الحلوة ديك الكبيرة حمرة كما كتشوفوا معي كننقيوها كنغسلها مزيان نغسلتها مزيان ونشفتها ودبا كننقي فيها انا حيتلي ديك الزريعة ما كنمغيش ديك الزريعة تبقى مزاف كنحيد من الزريعة المهم اول حاجة بعدها غنت يتديروا الليقات القفازات ضروري تديروهم ما تديروش بحالي انا لانا انا اخاك اتحرقني كنصبر لها ماشي مشكلة ولكن سوما ضروري تديرو الكمامة واتديرو القفازات لانها كانت تحرق في العينين وحتى في اليدين البلاسة اللي غد تحقوها غد تحرقو المهم اللي كنقطعها كاملة وكنحيد منها الزريعة كندير عندي واحد البرمة كندير فيه الماء وكنخليه حتى كيغلاء وكندير الفلفل كنديرها في الكسكاس وكنديرها آآ كنفورها مضروري كندير هاد الزيفة هدا باش ميجينيش فيها الماء بزيف حتى تزيف ايكون قيك يشرب لنا دك البخار اللي كيطلع من من البرمة المهم انا تقريبا خليت هاشي خمسة واربعين دقيقة كما كتشوفوا معايا مادرس معا حتى شي اضافة من اللي بغيت نفورها مادرس معا والو غير فلفلة بوح ديسة الفلفلة الحارة والفلفلة آآ الحلوة كما قدت لكم عدي كيلو دي الحارة ديك الرقيقة وعندي اربعمائز جرام ديال الحلوة صافي او غادي نخليها ليلة كاملة تستقطر ليلة كاملة نخليوها قاعدك المالي فيها باش ينزل لينا باش ما ما تفسدش لينا ما نغطيوها موالو نخليوها كاك عرية نفسي بلاسة نكون نكون متأكدي بانما يعني ما غادي ستشي حاجة صافيح تلغد لي هنا لغد لي الصباح كي ممشو معايا لقيت خرج يعني هبط هذك المالي كان لي كان فيها كله هبط صافيح عندي هنا يا هد هد الهاشوار هذي غادي نطحنها هنا يا كما كتشوفوا معايا آآ طريقة ناجحة البنات مية في المية غير جربوها ان شاء الله وغادي تنجح معاكم ولكن ضروري تديروا هد العملية هذي دي تخلي ولي لكاملة كاتبات كتتقتر من المحيط هذك الما هو اللي كي كيخسرها وكيخليها تغمن المهم هنا كما كتشوفوا معايا طحنتها صراحة انا كمغيها ما كمغيش تبقى حرشة كان طحنها مزيان كتولي كريمية وانتوما لا كتبغيوها شوية تبقى حرشة يعني لحساب بالنسبة لطحين انتوما اللي كتتحكموا فيه صافي وكن دي راح نفحة شبكة تانية للناس باش نزيد نتأكد غادي نخليها تاني تقريبا واحد ساعة هاكا تختار باش لك كينا عشي حاجة دي لما غادي تهبط لياه عندما كتشوفوا ما زال غادي نخليها مويمة للناس كما قلت لكم انا خليت تقريبا شي ساعة ولا ساعة ونص حتى هذك المكامل اللي كان بقي فيها يعني صافي راح نزل يعني ما بقيت فيها حتى شي حاجة لحقاش انا ما غاديش نشحرها من بعد صافي يعني ما غاديش غير بخرتها فورتها صافي ما غاديش نعود ثانيا نشحرها المهم هنا عندي كما كتشوفوا اخواتي عندي هاد المهارزات قدرت فيها عشرها دي الفصوص دي التومة وغادي ندقهم في المهارز ممكن هاكا تحقوهم اللي بغيتو وممكن يعني تطحنوا معامل اللي تكونوا كتطحنوا انا صراحة كنفضلها الطريقة كندقه كندقه لتومة في المهارز صافي عندي هنا هاد الاناء كما كتشوفوا معايا وضروري نخدموا بهاد المعارقة دي اللي العود يكون احسن صافي وغادي نضيف علي هاد ثومة دوك عشرة الفصوص دي التومة متقوقين وكنزيد نأكد ضروري ما تديرو اللي قات البنات القوانتي ولا تديرو القفازات ضروري هنا يا اخواتي زد جوج معالق دي المنحاق معالق متوسطين ما كبارش بزاف وما صغرش وضفت عليهم واحد معالقة صغيرة عامرة دي الكروية صراحة كتعطي واحد البناء زمينة بزاك وهنا اضفت واحد نصف كاس دي العنبة دي تزيد الزيتون هاد الكاس هذا رغير صغير دي القهوة يعني كي هز لي نصف كاس دي دي العبار بكاس العنبة المهم كما قلت لكم لكن اكد عليه هو ضروري تديرو اللي قات القفازات لان هارا هاكا تشعل عافية اه تمشي وتحقوشي بلاسة او لشي حاجة تشعل فيكم العافية لانه حار ربز زف هاد الفلفلة هادي صراحة سوف يبقى نخلطهم يعني مكونات مع بعدياتهم هنا اخواتي عندي هنية هاد القرعي هادو اه معقمين اه صراحة درتهم في اه في اه درت في اه درت في هالماء اه طيب وخشيت فيه القرعي اه خليتهم خمسة دقائق هما في الماء كي طيبوا خمسة دقائق من بعد حيتهم وحطيتهم فو حد الزيف حتى نشفو لي اياه وإلا ما كانش عندكم الوقت وكان عندكم الفران شعل ممكن غير مليت فو الفران مثلا تكونوا كتطيبوا في شي حاجة قد دخلوا القرعي راح كي دغية كي نشفو وتكونوا متأكدين بان ما فيهم هاد القرعي حتى شي نقطة دي الماء هادي واحد نقطة مهمة لانه لابقات نقيتها دي الماء غادي تفسد لنا هاد الهريسة هادي وكن نشفوهم كما قد لكم كنخليهم ينشفوهم زيان حتى ما كتبقى فيهم حتى نشي نقطة دي الماء من بعد كن عاود تاني عقمتهم بالخل كما اشتوا معايا درتوا حد زوية فنقي وكن عقمهم مزيان من برا ومن الداخل وحتى القفالة حتى اياه كنعقموها وقبل ما نعقموها دروري كننشفوهم زيان كما قد لكم اعلى قبل ما بخص تبقى حتى شي نقطة دي الماء ها دورا هم نقاط مهمة وحتى هما سر من اسرار دي النجاح دي هاد الهريسة هادي حتى لبقات لنا شي نقطة دي الماء في القرعارة هاكت تتغمل لنا اه الهريسة صفي او كن دير قبل ما كنعمر القراعي كن دير واحد شوية دي الزيت كن مشتوا معايا في القرعة. وكن نحاول القرعة كاملة نعمرها بالزيت موكن تعمرها بالهريسة ودروري نديروا هاد العملية لي نعمرها دروري نخفط القرعة واحد شوية باش ما يبقاش لنا الهواء الداخل في القرعة. انا هاد القرعة دي كنت تعمرتها بزيف عودت القاس منها او كنزيد نعمرها بزيت موكنغطي الهريسة بزيت مويمة هاد الاحقاش احنا غادي نستهلكم ان شاء الله يعني ما غاديش نخزنهم ولا شي حاجة. انتو ما لك انتو غديرو كونتيتي كبيرة بزاف. او غادي نتخزنوه ضروري تمسحو القراءات من الجوانب ضروري. المهم اخواتي. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم. وهذا هو وشك النهائي دي الهريسة دينا ديه اليوم. كنقول لكم مع فيديو جديد. في امان الله وحفظه مع السلامة.